طيب تكلمنا عن القرعة تكلمنا عن المواجهات المنتظرة للفرق كلها في دور التمانية ايضا كمان قرعة مرحلة الدور ربع النصف النهائي مرحلة السيميمي فاينال اذا ان شاء الله تخطط الفرق المصرية المرحلة القادمة المواجهات المنتظرة مين هيليعب مين اللقاء العودة فيه لكن تتبقى في النهاية المباراة النهائية والختمية هتكون حتى هذه اللحظة من مباراة واحدة فقط لكن لم يتحدد موعد او لم يتحدد مكان قامت هذه المباراة الموعد معروف يوم 29 مايو لكن المكان حتى هذه اللحظة لم يتحدد ملعب محيد بعيدا عن أسماء الفرع التي تأهلت للمرحلة القادمة أم ملعب آخر ما بين الملعب اللي كان تم الاستقرار عليها سواء أستاذ القاهرة أو مركب محمد الخامس ده هيبان قوي خلال الفترة اللي جاية طيب الآن اللي بالتأكيد عنده استعداد مهم جدا لمباراة تاب بيراميدز مباراة بكرة إن شاء الله ساعة سبعة ونص مباراة مهمة جدا في ختم مرحلة الجولة الستاشر من الدور العام وريني فيلر اختار 21 لاعب في قائمة النادي الأهل اللي بتستعد لمباراة الغد طبعا بداية رامي ربيعة مش هيكون موجود في مباراة بيراميدز طبعا لغيابه نتيجة الإيقاف بعد الكرت الأحمر اللي حصل عليه في مباراة المأولين العرب رمضان صبحي مصاب أيضا ومش هيكون في مباراة بيراميدز وبعد مباراة بيراميدز إن شاء الله هيكون فيه إعلان لجهزية رمضان صبحي إن شاء الله للفترة الجاية ومباراة طلاقع الجيش وفيه تأكيد إن شاء الله الفترة الجاية إن رمضان صبحيكون أحد العناصر الدائمة الفترة الجاية بعد خاصة ما بارح رمضان صبحي والجهاز الطبي نفى تماما فكرة إن رمضان بيجري أشيع أو تعرض لإصابة أو تجدادة إصابة كل هذه الأخبار وكل هذه المعلومات غير صحيحة وإن شاء الله هنشوف بعد مباراة بيراميدز حالة الجهازية الفنية لكل اللاعبين في الفترة اللي جاية 21 لاعب في القائمة إكرامي، شناوي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، أيمن أشرف، علي معلول، محمود متولي، محمود وحيد، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشا، وليد سليمان، جونيور أجاية، جيرالدو، مروان محسن، أليو باتجي، ومحمود كهربا طيب، دي القائمة المتعلقة بمباراة الغد، 21 لاعب، هيتم يعني إعفاء ثلاثة تلاعبين من قائمة مباراة الغد عشان في النهاية يبقى عندك سكواد بـ 18 لاعب، 11 أساسي و7 على ديكة البودلاء لكن اللافت للنظر في القائمة جونيور أجاية تعافى من نازلة البرد، وهيكون موجود إن شاء الله في مباراة الغد أحمد فتحي تعافى من ألام الكاحل وتم ضمه للقائمة علي معلول وايمان أشرف خيارات فنية مهمة جدا لريني فيلر في مباراة بيرمتز بعد مباراة الهلال السوداني قهربا إن شاء الله مع أليو باتجي وباقي اللاعبين إضافة في خط الهجوم ويأخذوا مساحة مشاركة طيبة عشان في ضغط مباريات في شهر 2 القادم وضغط مطشوات كبير جدا ومباريات مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي فتحي وزي ما قلت لكم خلاص يعني الجهاز الطب النهاردة أعلن جهازيته جهازية جونيور أجاية وقلت لكم رمضان صبحي بينفي شائع التجدد أصابته واللاعب فيه بس فكرة إنه هو بيتم تجهيزه بنسبة 100% سواء ناحية فنية أو ناحية بدنية خاصة إن أي لاعب يبقى عائد من إصابة فيها التمزق جهاز الطب يتمهل كثيرا لحين مشاركته عشان ما تكونش الإصابة خديعة أو مرحلة العلاج والتأهيل بتبقى خديعة فلازم تطمئن بنسبة 100% على الجهازية البدنية والجهازية الفنية إلى أن يتم الاستقرار من الجهاز الفني بقيادة ريني فيلار على الدفع به في الفترة اللي جاية سلاسي حراس المرمى شغالين دايما في تدريبات تقاوية مع ميشيل ينقل مدرب الحراس والحمد للنادي الأهلي بيمتلك أفضل حراس مرمى في البطولة الإفريقية وفي البطولة المحلية في الفترة الحالية طيب خبر مهمي كمان أختم به في فقرة الأخبار قبل مطلع إلى فاصل ويكون في ضيافة طبعا النقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ عصام شالتوت نقلا عن موقع في الجول برامدز في بيان جديد عنوانه الأهلي قدوة لنا ليس له علاقة بالأزمة وسنهدي المباراة لقناته يؤكد نادي برامدز اعتزازه الكامل بالنادي الأهلي وإدارته وجماهيره العظيمة وكل الأندية المصرية وإدارتها وجماهيرها ويشدد على أن الأهلي يعد قدوة لنا وأن مكانتها التاريخية محفوظة ولا يمكن المساس بها يوما ولا يمكن لأحد المزايدة عليها بأي حال من الأحوال وتوضح إدارة برامدز أن الخلاف وجهات النظر بينها وبين شركة بريزنتيشن سبورت وأن الأهلي وجماهيره ليست لهم علاقة من قريب أو بعيد بشأن قرار عدم إذاعة مباراة الخميس بل بالعكس فإنه في حال عدم وصول النادي لاتفاق مالي مع شركة بريزنتيشن فإن برامدز سيهدي المباراة مجانا للتلفزيون المصري لإذاعة اللقاء أرضيا كما يهديها لإدارة النادي الأهلي لإذاعتها على قناة النادي في بادرة خير ومودة للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة أما فيما تعرب له بيان الشركة من التساؤل عن مرور 16 إسبوعا من الدوري لم يطالف فيها النادي بحقوقه فإن إدارة الشركة قد تعمدت إخفال ما ذكرناه من تعاملنا من واقع مسؤوليتنا الوطنية تجاه كرة القدم المصرية وكفة عشقها ومتابعيها وإننا تعاملنا بحسنينية مع الشركة لحين إتمام توقيع العقود وهو ما لم تقابله الشركة بالمثل وتشدد إدارة نادي بيرامدز على أنها ترحب بإتمام التعاقد مع شركة بريزنتيشن سبورت التي تزال أمامها فرصة حتى موعد مباراة الأهلي غدا إذا كانت لدى الشركة الرغبة الجدة في توقيع العقود والتوصل لاتفاق مرضي للجانبين على أسس تعاقدية وتفاوضية سليمة تولي النظر لرغبة وتقييم النادي صاحب المنتج الذي لديه الحق الأصيل في تحديد قيمة ومدة التعاقد التي يراها مناسبة من وجهة نظره لتحقيق رؤيته وأهدافه المستقبلية ولا تلزمنا وفقط بالطرح المقدم من الشركة سواء في القيمة التي لا تناسب النادي أو العقد طويل الأمد مع بريزنتيشن لمدة أربع سنوات وأن لا يتم حرمنا من حقوقنا والحصول على مقابل مدي مناسب نظرها وتشدد إدارة النادي على ضرورة احترام الاستثمار الكبير والمجهود الضخم المبزول من كافة أفراد المنظومة الإدارية بالنادي لصالح كرة القدم المصرية وأنه من غير المنطقي أن يفرد علينا عروضا تقلل من احترام النادي وتضع في قيمة أقل مما يفترض وضع فيها بل وأقل من معظم الأندية المشاركة بيئة دوري المصر وختاما وتؤكد إدارة النادي أنها ليست في مجال الدخول في مشاحنات ما أحد بل أنها تكين كل الاحترام والمعزة لكل الأطراف بما فيها شركة بريزنتيشن ومسؤوليها وأنها لا تسعى لشيء إلا للبحث عن حقوق النادي المشروعة وتشدد إدارة نادي بيراميدز أنها ستعمل دائما على أن تبقى داعما للكرة القدم المصرية بغض النظر عن الأمور المادية إذن ده كان بيان من إدارة نادي بيراميدز فيما هو متعلق بمباراته غدا مع النادي الأهلي وإمكانية إزاعة المباراة من عدمه وفي النهاية إدارة نادي بيراميدز في بيانها بخصوص هذا الأمر بتقدر النادي الأهلي جيدا وبتقدر جماهير النادي الأهلي جيدا وفي رسالتها للجماهير الحمراء جماهير النادي الأهلي قالت أن النادي الأهلي قدوة لنا والنادي الأهلي ليس لها علاقة بالأزمة وسنهدي المباراة لقناته في حال بالتأكيد عدم حل الموضوع خلال الساعات اللي جاية مع التلفزيون المصري أرضي خلال الفترة اللي جاية أكتفي بهذا القدر من فقرة الأخبار وأخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ عصام شلتون موسيقى